السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 14 كانون الأول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 55 دقيقة من مساء يوم الغد الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 1 و16 دقيقة من بعد ظهر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وتلاف الأموال والحرية بما أن القمر موجود في برج الجدي معناته اليوم منصبح أكثر عقلانية منحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا مندرك أن الأمور ما بتكون سهلة بالنسبة لعلنا بعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدأ عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة واحدة وخمسين دقيقة فجرا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة خمسة وأربعة خمسة وستة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة برضو بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا منطقنا تمنحنا كفاءات للعمل التجاري برضو بصير في عنا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وأربعة وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاولنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم معنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا يعني اليوم جيد للعمليات الجراحية ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا يوم الغد الساعة أربعة وثلاث دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش بيبدأ خلو المسار وبيستمر لغاية الساعة خمسة وخمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يوم الغد يوم الجمعة بعدها القمر بنتقل لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة ستة وأربعة دقائق صباحا بصير عمره ثلاث أيام نسبة الإضاءة خمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم اثنين وعشرين اتناش منتحس بنسبة خمسين في المية القمر في الجديد حتى يوم خمسة وعشرين اتناش سعيد الآن بنسبة مينة في المية في ساعات المساء سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الجديد بيتراجع حتى يوم ثلاث وعشرين اتناش طبعا ما زال سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم تسع وعشرين اتناش سعيد بنسبة أربعين في المية المريخ في القوس حتى يوم أربعة واحد سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم واحد وثلاثين اتناش سعيد بنسبة عشر في المية زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% إبلوتوف الجدي حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتتركز جهودكم اليوم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة طبعا ما بينفعكم العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول إنك تبرر عملك وإظهر مهاراتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وإنتي طباعك وأفكارك مشتتة وعصبي نتيجة الغضب والإضطراب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والدراسة الجامعية والامتحانات والمقابلات وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء يحبطك لأن التطورات اليوم غنية بالفرص المناسبة بتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا هاي فترة مناسبة للسفر ولورشات العمل بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهمش إنك ما تتشبت بمواقفك المتصلفة بل كن مرن ومبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية وتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان ينصب اهتمامكم اليوم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة أو مع الأزواج وهذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون شوي فيها نوع من أنواع التوتر لأن القمر بما إنه مقابلك معناة طاقتك ضعيفة شوي تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة وهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع ذلك أنتم قادرون على إنجاز قسم كبير من عملكم لا تهملوا صحتكم هذه فترة يعني فترة عمل جيدة فحاول أنك تكون أكثر انضباطا وتنظيما ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي لأنه ممكن تقلق بشأن وضعك الصحي أو ممكن يكون القلق حتى بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وبرضو لبعضكم ممكن يكون في عمل جديد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشتد اليوم رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لنشاط فني أو ممارسة هواية أو تجميل أو الاهتمام بالنفس هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ولكن يعني ممكن شوي تندم على تصرفاتك الأخيرة في الأيام الماضية وتحاول ترتيب الأمور فترة بناءة وإيجابية بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وموسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم شوي ممكن تبدو مضطرب مرهف الحس بعض الشيء ممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة فعشان هيك بدك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء يعني اليوم في أعمال وإنشغالات منزلية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم يوم نشاط عالي جدا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات حوارات نقاشات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان هو جراء مقابلة تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جيدة يعني تبرر من خلالها مشاعرك أو مواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات وما يتعلق بهمها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم في فرصة يعني لها علاقة بمكسب مالي بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصل على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما فهمش إنك ما تتكبر وتتمنع حاول إن قدر الإمكان تستغل الفرص طبعا اليوم في نوع من أنواع التسهيلات الكواكب بتدعمك فلا تسمح لأي شخص بأنه يغشك وكون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم تبدو يوم إيجابي بعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنكم تجدوا أي شيء جديد أو تبحثوا عن أمور مميزة بتعيشوا فترة واعدة من الأفراح والنجاحات ويعتبر هذا اليوم يعني من الأيام المميزة وفترة ممتازة خلال هذا الشهر عشان هيك ادخل التنويع لحياتك الشخصية اليوم برضو بيحمل انفراجات وتسويات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتشعروا ما بالتعب لأنه القمر موجود في بيت المتاعب منكم أشخاص ممكنوا يفقدوا رغبتهم في مواجهة مشاغلهم أو إنجاز بعض الأعمال فعشان هيك حاولوا أنك تنجزوا بعض الأعمال وتخلدوا للراحة من وقت لآخر أي فترة محبطة فارغة تماما من كل خبر وحسم حاولوا إنهاء هاي الفترة بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة وممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر أهم شيء أنه ما فيه داعي للتسرع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتميلوا للتواصل مع الآخرين ممكن تنجح في حش التأييد أو دعم لقضيتك وتتحمس للقاء الناس أو للتعارف أو تسافر أو تنضم لجمعية أو تهتم لشؤون أقارب الشريك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر